تداولت مصادر عسكرية مطالعة مؤخرا استلام بلجك طائرتها الذانية للنقل من طراز A400M أطلس من انتاج شركة Airbus للدفاع والفضاء وبذلك يرتفع العدد الذي تعمل به الآن كوحدة مشتركة مع لوكسنبورغ إلى ثلاثة وقد وصلت طائرة CTO3 إلى ميلس بروك المنطقة العسكرية في مطار بروكسيل في الرابع من مارس وسيشغل المكون الجوي البلجكي ما مجموعه سبع طائرات من طراز A400M بما في ذلك واحدة تم شراؤها من قبل لوكسنبورغ كما سيعمل جناح النقل الجوي الخامس عشر التابع للمكون الجوي البلجكي على تشغيل الأسطول تحت رعاية الوحدة البلجكية لوكسنبورغ ثنائية القومية المشتركة بأن يو وسيتم توفير هذه الطائرات لقيادة النقل الجوي الأوروبية ومن خلال قوات الرد السريع الأوروبية ومن المقرر أن يتم تسليم طائرات A400M الستة المتبقية إلى BAC بحلول عام 2023 مع القدرة التشغيلية الكاملة لوحدة BNU المقرر إجراؤها في نهاية عام 2024 وإلى جانب استلام سبع طائرات خاصة بها تعد بلجكا أيضا مساهما صناعيا في برنامج A400M وهي مسؤولة عن تصنيع عناصر أجنحة مفصلة وآلية وأسطح التحكم في الطيران فتعتبر Airbus A400M Atlas طائرة نقل عسكرية أوروبية ذات محرك توربيني رباعي المحركات تم تصميمه من قبل شركة Airbus العسكرية الآن Airbus للدفاع والفضاء كطائرة تكتيكية مع قدرات استراتيجية لتحل محل طائرات النقل القديمة مثل Transal C-160 وهيركليز لوكهيت C-130 فتقع A400M في فئة متوسطة في الحجم بين C-130 وبوينغ C-17 ويمكن أن تحمل أحمالا أثقل من C-130 ويمكنها استخدام ممرات هبوط غير مهيئة بشكل كامل وإلى جانب دور النقل يمكن لطائرة Airbus A400M القيام بمهام أخرى مثل تزويد الوقود جوا أو الإجلاء الطبي عند تزويدها بالمعدات المناسبة وكان من المقرر في الأصل أن تقوم Airbus A400M بالرحلة الجوية الأولى في عام 2008 إلى أنها تمت في الحادي عشر من ديسمبر من عام 2009 من مطار إشبيليا إسبانيا وبين عامي 2009 و2010 واجهت Airbus A400M خطر الإلغاء نتيجة لتأخير برنامج التطوير وتجاوز التكاليفة ومع ذلك اخترت الدول العميلة الحفاظ على دعمها للمشروع تم طلب ممجموعه 174 طائرة Airbus A400M من قبل ثمان دول بحلوه يوليو 2011 وفي مارس 2013 حصلت Airbus A400M على شهادة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA وتم تسليم أول طائرة إلى سلاح الجو الفرنسي في أغسطس 2013 وتزيد طائرة Airbus A400M من سعة ومدى النقل الجوي مقارنة بالطائرة التي كان من المقرر أن تحل محلها في الأصل وهي الإصدار الأقدم من ترانسل وهيركليز حيث تضعفت ساعة الشحن فوق الطائرات الحالية سواء من حيث الحمولة الصافية أو الحجم كما تم زيادة النطاق بشكل كبير أيضا فتعمل A400M في العديد من التكوينات بما في ذلك نقل البضاء ونقل القوات والإخلاء الطبية وهي مخصصة للاستخدام على ممرات هبوط قصيرة ونعيمة ولرحلات نقل البضائع طويلة المتع وتتميز طائرة A400M بأنها كبيرة بما يكفي لحمل ستة لاند روفر ومقطورات أو مركبتين مدرعتين خفيفتين أو شاحنة قلابة وحفارة أو نظام صواريخ باتريوت أو مروحية من طراز بوما أو كوغر أو شاحنة ومقطورة بوزن 25 طن المؤصفات العامة للإيرباس A400M أطلس دور الطائرة طائرة نقل استراتيجية تكتيكية الشركة المصنعة إيرباس العسكرية إيرباس الدفاع والفضاء الرحلة الجوية الأولى في 11 من كانون الأول ديسمبر 2009 تاريخ الاعتماد في الخدمة 2013 المستخدمون الأساسيون القوات الجوية الألمانية القوات الجوية الفرنسية القوات الجوية الإسبانية تلاح الجو الملكي البريطانية تاريخ الانتاج منذ عام 2007 وحتى الآن عدد طائرات المصنعة 99 اعتبارا من الثلاثين من نوفمبر 2020 عدد أفراد الطاقم ثلاثة أو أربعة طياران ثالث اختياري ومسؤول تلقي من واحد الساعة 37 ألف كيلورام أو 116 من القوات الجنود المظليين المجهزين بالكامل أو من يصل إلى 66 نقالة برفقة 25 عاملا في المجال الطبية الطول 45.1 متر اتساع الجناح 42.4 متر الارتفاع 14.7 متر الوزن الفارق 76 ألف وخمسمائة كيلورام الوزن الإجمالي 120 ألف كيلورام أقصى وزن للإقلاع 141 ألف كيلورام ساعة الوقود 50 ألف وخمسمائة كيلورام من الوقود الداخلية أقصى وزن للهبوط 123 ألف كيلورام المحرك أربع محركات مروحية توربينية من تيرازير بروب تي بي 400 دي سيكس بقوة 11 ألف حصان لكل منها السرعة القصوى 0.72 ماخ السرعة المعيارية 781 كيلورام في الساعة عند 9450 متر المدى 3300 كيلورام المدى عند حمولة 30 طن 4500 كيلورام المدى عند حمولة 20 طن 6400 كيلورام سقف الخدمة 12200 متر المدىدي المدى اشتركوا في القناة